في تاني أيام دورة الخمسة وخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب نظامة قاعدة فكر وإبداع منقشة مهمة لكتاب إمام التفكير للإعلامي دكتور محمد الباز والذي يرصد فيه أهم المحطات اللي عبرها المفكر الإسلامي الراحل نصر حامد أبو زيد صحيح يعني أنا أميل لنصر أبو زيد لكن الحق أحياناً يخليني أن هذا الميل ليس الميل المطلق أنه في كتابات دكتور نصر أبو زيد بعد الأزمة كان فيه التطرف كبير جداً فيه رد الفعل يعني هو عندما تعرض لكل هذا الاضطهاد وكل هذا القهر وكل هذه الاتهامات فكان في كتاباته عنيف جداً لدرجة أنه ليه بعض النصوص فيها تجاوز لفظي حتى ضد منتقدين يعني يتعامل بعنف وهو بالنسبة لي عنف مبرر يعني متعرض لكل هذا القهر فما حدش هيلوم عليك لما تصرخ يعني المرحلة الثالثة بعد ما ساب مصر واحتاج بيه الباحثين في الغرب والدراسات في الغرب ودي دراسات يمكن أفضل ما كتب نصر أبو زيد ففكرة أنه لم يترك له أحد فرصة دكتور ليبين مقصده وهو الرجل قال أن القرآن نص مقدس ويعترف بذلك وأن القرآن نص إله لكن تاريخية النص بالنسبة له أو لحظية النص بالنسبة له أنه كما فسر الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة أو كما تفعلوا وطعاته مع القرآن ولهم قراءتهم فيمكن أن يكون لكل عصر من العصور قرأته وتفعله مع القرآن هو الكتاب فكرته الأساسية أنك بتستعرض حياة الدكتور نصر حامد أبو زيد وبتستعرض إنتاجه الفكري اللي هو هذا الإنتاج ببساطة شديدة جدا يعني تسبب في مطاردته وتسبب في أنه رفع دعوة للتفريق بينه وبين زوجته وأدى إلى تكفيره أنت بتقول طول الوقت أنه أي تفكير أو أي اجتهاد يمكن التعامل معه بالرفق يمكن التعامل معه بالحوار إذا كان حتى من وجهة نظر أنه ناس مخطئ فممكن نقول مخطئ في واحد اتنين ثلاثة فكانت الفكرة الأساسية أنه أولاً بتعمل رد اعتبار لحرية التفكير مش رد اعتبار للشخص لأنه دكتور نصر حتى بعد ما خرج من مصر ويعني ارتقى علمياً ولوصيد عالمي يعني العالم كله يعرف الدكتور نصر أنا أحياناً بيصعب عليك أن يبقى عندك مفكر مصري له كل هذا الحضور في العالم ويبقى في مصر الناس مش عارفة أو الناس مش مقدرة ما أنتجه وما أبدعه فده كان الكتاب محاولة لإنزال نصر أبوزيد القدر اللي يستحقه ومن وجهة نظري ممكن الناس تختلف معه تتفك ده مش الموضوع المهم أن احنا نبقى فاهمين فاهمين ببساطة أنه التفكير مهم لهذا المجتمع ولهذا الأم يعني أنا عندي قناعة بمنهجه في التفكير وزي ما بقولك أنك بتعلي من قيمة يعني حرية التفكير وأمر آخر أنه ما أسيرة من جدل أخفى الحقيقة يعني هنا إيه دي محاولة أنك بتبين الموضوع كما جرى بالزبط غير منحازة بالفكرة غير منحازة لنصر ولا منحازة حتى ليه خصوم لخصوم نصر فآه أن أنا على قناعة بما قدمه بالإضافة أنه شخصية تستحق أن يكتب عنها موسيقى